السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم مواجبة غداء كاملة مكمولة بمكونات بسيطة واقتصادية والنتيجة اكثر من رائعة فهنا بغيتو تعرفوا معي طريقة تحضر ديالها معليكم الا تتابعوني الى الاخير بالنسبة الوصفة ديالنا واللي هي الاساسية ستكون لوبيا البيضاء سنخدمها بوحد القطعة ديال الحم بكيف ما كتشوفوا معي وحد الحي ماها براه فهنا يلما عندكمش الحم ممكن تكتافيوا باللوبيا بدون لحوم كتشيحتها هي زوينة انا هنا عندي واحد قطعة ديالها برا اللي كنقطعها الى مكعبات اللي كتكون صغيرة شوية طبيعات الحالة البنات اللي اعجبكم هاد الفيديو ما تساونيش مني اللايك ديالكم وتعليقاتكم وكذلك ما تساوش تابعوني الى الانستغرام ما غنخلي لكم مرة بدي صفحة ديالي اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصف بالنسبة اللوبيا فانا من قبل خديتها اغسلتها مزيان ورطبتها فممكن ترقدوها ليلة كاملة وكذلك ممكن ترطبوها ايلا بغيتو تصوبها في نفس اليوم ترطبوها بالماء طيب او الماء في درجة الغلايين تخليها واحد ساعة ولا ساعتين ومن بعد كتطيبوها وكتحصلو على نفس النتيجة انا هنا ارقتها ليلة كاملة وغدي نرجع معكم بشوفوا معي اللوبيا بعد اما يعني يخدف لوقت ديالها في طرقات ونكملو الوصفة ديالنا وضروري الابنات كنختاروه النوعية جيدة من اللوبيا وهدي هي اللوبيا بعد اما خليتها ترقدات يعني ليلة كاملة كان غدي نزولها من هذا الماء هذا غدي نصفيها منه فانا غسلتها مزيان من قبل ارقتها من بعد كنناخد هادوك الحيمات كنضيف لهم بصلالي شلطها رقيقة شوية ديال الملحة وغدي نضيف التوابل بالنسبة لتوابل عندي الخرق ومعرق معرقة من تحميرا شوية ديال كامون قص بريابس شوية ديال البزار وشوية ديال سودانية كنضيفهم للحم وفالاخير غدي نضيف شوية ديال زيت زيتون ما يعدي له حجو جمعي لقد كبر وغدي نضيف الماء يعني الماء بارد من الروبيني وغدي نغلق على هادو الطنجرة نخلي الحيمة بعد ما كتصفر الكوكوت كنخليها عشرين دقيقة وكنتفيع لها في الوقت اللي غدي نمرو باش نكمله الوصفة ديالنا فانا هنا غدي ناخد كيميا ملغنا للمقصبر مع دنسل قطع سورقيق وكذلك عندي هنا جوج حبات من الطماطم اللي قشرتها وزولت لزرعة ديالها وكنتحنها مزيان فممكن تحنوها ممكن تحكوها في الحكاكة من بعد ما كري طيب كتطيب الحي ما كنخليها الوقت ديالك ما كتشوفوا الحي ما كتجي كتش هاي كنضيف له هاداك القصبر والمعدنوس والماطيشة اللي تحنت من قبل وغدي نضيف اللوبيا بعد ما كنصفيها من ذاك الماء اللي كنت مرقدها فيه ثم كنضيف الماء في درجة الغالية يعني كنغلي نعمر عليها الماء اللي كنغطيها بالماء لانك ما كتعرفوا اللوبيا كتشرب الماراق وغدي نغطي عليها عشرين دقيقة ثلاث ثلاثين دقيقة حتى كتطيب وكننزلو الطبقة ديالك يجي عليها تشكل هادا هنا غدي نرشو بشي شوية ديالقصبر والمعدنوس من الفوق وغدي نرافقو بالبطاطا اللي سبق لي ونزلت الفيديو ديالها ذاك شي علاش البنات مبغيش نقدمها لكم مع هادا الفيديو فانا سبق لي وحضرت البطاطا في الفرن اللي يعني جات رائعة جدا واللي رافقت بها الطبق هادي فانتمنى الفيديو هنا لإعجاب ديالكم ولا أعجبكم الفيديو مرة أخرى لبنات ما تساونيش من لايك ديالكم ومن تعليقات ديالكم وكذلك الباختاج وإلى اللقاء